من الأربعة وتسعين ما نسي أتعب هاله اليوم وأنا ما أود بس لث وإلان واحد أخذ صد أبو هذا واحد وياي هسه طلعت واحد هدا كمين والأم العراق أنا بفتخرة بس القلب الوالدته فألقوا القبض عليه وأخذوا الشابة الخامسة بقى حوالي سنة أو أكثر من سنة بعد أن أكم بالإعدام هو وأخو يعني نعدمه بيوم واحد كل عائلة عندها قضية وعندها قصة هذا ظلم السنوات وظلم النظام السابق اليوم رح نتعرف عليه صور مختلفة لكن هي الأوجاع وحده وزارة الدفاع ظلت محاوضة على حقوق هذه الشريحة المهمة واليوم رح نتسلم وجبة من هذه العوائل مستحقاتهم المالية السلام عليكم عليكم السلام أستاذ أريد أعرف زوجتش معلوم لا أخويا نعم شهيد انتفاضة واحد في السعين شون استقبلت الخبر والله هي أكيد فاجعة يعني ما قدر أوصف لكيها أكيد ما قدر أوصف لكيها يعني هي أصلا ما تنوصف يعني لا بكلمة تحصرها ولا بجملة ولا بأي شيء نحن مريد نقلب المواجه لكن وزارة الدفاع يعني وجهت لكم الدعوة والاستلام المستحق نعم نعم مشكورة وزارة الدفاع يعني مؤسسة الشهداء مشكورين يعني جدا لأن نشوف إحنا جهود جهود يعني دي بذلوها من أجل عوائل الشهداء وهذا هم أكيد واجبهم تجاه الشهداء لكن نحن بالمقابل نشكرهم بعض الشيء السيد الفريق رئيس دائرة التقاعد العسكري المحترم السيد ممثل الأمين العام المحترم السادة الحضور جميعا عوائل الشهداء الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدء أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لوزارة الدفاع ممثلة بالسيد الوزير الذي نزرته قبل أيام ووجدته حقيقة مهتما بحقوق عوائل الشهداء من شهداء النظام البائد وأيضا تحدثنا حول موضوع الرواتب المتراكمة باحتبارها أحد المستحقات القانونية للشهداء الذين سابقا كانوا منتسبين لوزارة الدفاع ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم برعاية معالي السيد وزير الدفاع المحترم وبمتابعة السيد الأمين العام المحترم وبالتعاون مع مؤسس الشهداء تم هذا اليوم إقامة احتفالية توزيع الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء العسكريين المعدومين في زمن النظام البائد في مقر دائرة التقاعد العسكري حيث تم توزيع مبلغ 30 مليار دينار المخصص من قانون الموازن الاتحادية لعام 2021 والعوائل التي استفادت من هذا المبلغ بحدود 600 عائلة نأمل أن يتم تخصيص مبالغ أخرى لشمول بقية العوائل تحية لدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل عراق قصة من قصص الظلم في هذه البلاد كانت عوائل المعدومين المضحون عانت لكن وزارة الدفاع حفظت حقوقهم وسلمتهم مستحقاتهم وعلى قدر المسؤولية كانت وما زالت سلام الربيعي على مزارة الدفاع